وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أكد وزير الدفاع في برقيته تمسك رجال القوات المسلحة بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك والوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومي والزود عن مقدرات ومقدسات شعبها العظيم كما بعث الفريق أسامى عسقر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة وأصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توليها مماثلة لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر